لا شيشة حتى إشعار آخر قرار أصدرته وزارة الصحة حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين وتصديا لانتشار فيروس كورونا وللوقوف على تطبيق هذا القرار قامت بلدية الأحمدي بجولة تفتيشية على المقاهي والصالونات لرصد مدى الالتزام بالاشتراطات الوقائية نحن متواجدين على الشيش وعلى الصالونات والمقاهي بشكل عام كله قرار وزاري من وزارة الصحة وملتزمين في أمورنا كله ملتزمين في الغرار إلى شعار آخر إلى الوباء أن ينتهي حاليا نحن نفعل جولة على المنطقة كلها وشكلنا فعلا فريق من المفتشات متابعة الصلونات وتعطي المنطقة كاملة من حيث الأمور الصحية والهدف التوعية فعلا الهدف التوعية ومحتاجين للتوعية حاليا تجاوب والتزام من قبل بعض المحلات بالقرار على أكمل وجه فيما لم يلتزم البعض الآخر بشكل كامل الأمر الذي استلزم تحرير عدد من المخالفات أبرز المخالفات أصحاب الصلونات تشقيل عامل قبل حصولها شهادة صحية أو في شهادة صحية من تحية وعدم تغييد بالزير الرسمي ونبع عليهم من الفترة هذه يعني توعوية أنهم يقومون بلبس القفزات والكمامات للمسرح العامة وفيما تتواصل حملات التفتيش والمراقبة من جميع جهات الدولة على مدار الساعة لمواجهة هذا الفيروس الخطير تمنى المسؤولون اتباع الإرشادات الصحية من قبل جميع أفراد المجتمع حفاظا على سلامتهم وصحتهم لتلفزون المجلس رياض العبادي